أعلن مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الجمعة مراسم توقيع صفقة شركة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقار مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى ذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبية وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مشيرا إلى أن هذه الصفقة هي بداية العدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وأضاف مدبولي أنه سيتم إعلان وتفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها مشيرا إلى أن النجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية طخمة يؤكد ثقة الكائنات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنتج أو تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئة الألاف من فرص العمل كما ستسهم في إحداث تعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة ومزايا متعددة للدولة المصرية كما أكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الدولي الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية ترجمة نانسي قنقر